السلام عليكم كديري لبس عليكم جمعة مباركة ان شاء الله جميع المغاربة داخل وخارج المغرب وانتمنى ان شاء الله لقاكم باخر وعلى خير واللي اول مرة غيشوف هذا الفيديو الشارك عندي ويضغط على الزر ويبرتجه مع الزيقة دياله العائلة دياله رأى وصفاء هائلة وطبيعية وهو مشروب سحري غزال بزافة غيعجبكم ان شاء الله وهذا المشروب السحري تيصلاح الزيادة في الهرمونات الانثاوية اللي عندها الطيراب ديال الدورة الشهرية المرة اللي ما تتولش ما تتزقش لها الحمل طرد السموم والغازات من الدات المهدي الأعصاب العيالات اللي ما تنعسوش بالليل راه زوين بزاف وراه مفيد للدات واليوم جيت لكم بهذه المقادر سهلة وموجودة في أي دار نافع حبة حلاوة العرقصوس انا عملت كاس مغلي ديال الماء ودرت فيه ربع معلقة ديال حبة حلاوة ربع معلقة ديال النافع ربع معلقة ديال العرقصوس والعيلة اللي عندهم ارتفاعة في الضغط الدم لما يستعملوا العرقصوس يكتافيه بها بالنافع وبحبة علاوة وهذا النتيجة النهائية دياله تشربوا كاس قبل ما تنعسوه بالليل واللي بغي يخليه بلا السكر يخليه اللي بغي يزيد فيه معلقة ديال العسل ولا السكر يزيدها راه مفيد بزاف وغي يعجبكم إن شاء الله واحد نصيحة من عندي لأي مشروب أو وصفة طبيعية استعملوها سبع ايام وحبسوه واحد اربع ايام خمس ايام وعاودوا تاني استعملوه راه باش تفادوا بزاف ديال مشاكل عدلا في الدات وراء اخواتي غي يعجبكم وغتولفوه وزوين بزاف ومفيد لفوائد بزاف متعددة وان شاء الله نتمنى تتبارتاجوهم على عائلة ديالكم والحباب ديالكم واخواتي اللي تفرج سمحوا لي اللي تفرج فيديو ديال جاني القمح انا نسيت واحد نقطة مهمة بالنسبة لحبوب القمح نسيت ما كتلكم ترشوهم كل ثلاثة سويع ترشو ذاك الحبوب كل فيما تحسوا بالحبوب نشف ملمة ارشوه ارشوه ثلاثة سويع اربعة وسمحوا لي بزاف وانتمنى لقاكم بخير وعلى خير وان شاء الله مازال غنعطيكم مشروبات طبيعية ووصفات طبيعية انا ديمة نقولها اي حاجة مجربة هارت نعطيها لكم ما نقدرش نعطيكم شي حاجة مجربهاش وانتمنى ادعوا معايا ونلقاكم بخير وعلى خير وإلى اللقاء اخواتي في حلقة اخرى مع وصفة طبيعية اخرى وإلى اللقاء موسيقى